برنامج مراسي دائماً برفقتكم من إذاعة مونتي كارلو الدولية ومعنا اليوم الفنانة التشكيلية ريم النتشي والفنان الرقمي سامح سعد للحديث عنهما وعن أعمالهما وعن مشاركتهما في ورشة عمل الفنانين في المنفذ طمعنا إلى بشار مراد وعنيت أنا ونفسي أنت ونفسك وين يا سامح أنا ونفسي للبشار أنا ونفسي ومعنا عرفاني من روح في دنيا جميلة على ليلي هو متفائل في هذا العالم الذي نعيش فيه اللي فيه مشاكل وينما كان وليس فقط في منطقة الشرق الأوسط تحدثت عن هيكلية ورشة عمل الفنانين في المنفذ وأنت وأريم يعني عضوان في هذه الهيكلية طبعا وهي تساند وتدعم نوعا من ما الفنانين الذين تركوا بلدانهم بحثا عن حرية معينة أو عن استقرار معين أخبرنا عن هذه التجربة مع ورشة عمل الفنانين في المنفذ تجربتي أنا بلجت معهم وقت وصلت كانت آخر لـ 2017 أول 2018 كان بهذا كل وقت هلأ عم يفتح الأتولية وهيك فأصدقاء اللي خبروني عنه وهيك فلما رحنا أنا كحدة كنت واصل جديد كنت لسه ما بحكي اللغة الفرنسية أبدا وبتعرفي هون موضيع الوراء والأمور الأدمس خاتيف الإدارية الإدارية هذه بحد ذاتها متاها لا تنتهي متاها كبيرة ولازم يكون حدا دائما مختص والقانون هون دائما بيتغير كل يوم كل يوم بيتغير في تغييرات فكانت واحدة من المهام من الأتولية أنه يرافقوا الفنانين الواصلين بحيث يساعدوهم بالأوراق وبالتقديم ويعطوهم مساحة اللي هي أول ما توصلها على باريس باريس مدينة جدا صعبة يعني مقارنة ببائل المدن وإذا ما كنت تعرفي فيها منيح أو ما عندك فيها حدا بتحسي بوحدة كتير كتير قوية يعني ما في حدا أبدا يساعدك واللغة كمان واللغة واللغة كتير كبير تماما فكان هنا كان في مرافقة منهم بالنسبة للموضوع الوراء بالنسبة كمان لموضوع اللغة والشغلة الثالثة كان أنه كان في مكان ثابت لأنه أمات ما بدي بدي روحي اشتغل عندي عندي شيء لأيلي بدي ساوي مثل مشغل صغير كان أيوان تماما كان بيعطوك في صالات حسب اختصاصك لكل حدا وفي الأدوات اللي كمان اللي بدك ياهك نعم كان عم يطوروا شوي شوي فهذا الشيء كتير ساعدني بهذاك الفترة أنه أنه أقدر أتعرف على المدينة وأنه أقدر أتعرف على فنانين كتير أقدر أتعرف على العالم بيشاركوني نفس المهاناة بهذاك الوقت كنا كمان في كتير كان واصلين بهذاك الفترة فموضوع الاسبايس وموضوع الوراء هذا الفضاء أنه أنت حرة فيه وما كان فيك تعملي فيه يلي بدك ياهك نعم حريتنا الكاملة فجدا ساعدني جدا ساعدني إلي وساعد كتير فإن أنا معي وبحسه كان جدا مهم بهذه المرحلة لأنه فعلا لو لا كان هلأ بحاول أتخيل كيف كانت هلأ أنا مثلا ما أعرف منيح بباريس وإنه كانت هتكون كتير أصعب من هيكل الرحلة يعني كان فيه هذا كمان الدعم المعنوي تماما اللي هو مهم جدا ريم النتشي أنت يعني صار لك تقريبا عامين هنا في باريس يعني أنت حديثة العهد بين المزوجين خصوصا في تجربتك مع ورشة عمل الفنانين في المنفى خبرينا قليلا عن هذه التجربة انضمت لها ورشة الفنانين في المنفى بعد تجربة إقامة الفنية في مدينة فنون دولية وكنت مقررة أن أبقى هون فأصدقائي خبروني عن هذا المكان ورح أدزرتهم وانضمت لها إلهم وهم فعليا بحس أن تجربة كتير منيحة ومهمة خاصة ببداية مسيرة الفنية في باريس من ناحية دروس اللغة من ناحية الأوراق الإدارية من ناحية المشغل الموفرين ليا اللي بشتغل فيه المعارض والتشبيك فهي تجربة حلوة وبالنسبة للي كمان الجانب اللي حبيته فيه كمان أنه عندي هذا المكان هاي المساحة اللي أروح أشتغل قلت فنانين أطلع تجاربهم أشارك تجربتي بالنسبة لتجربتك طبعا تعرفنا على تجربة سامح سعد في لبنان وكل طبعا العوائق التي ظهرت في طريقه والتي يعني هاته بسيط الأمل الذي سمح له بالمجيء عبر سفرها الفرنسية إلى فرنسا أنت ما كانت يعني ما هي التحديات التي وجهتها في حياتك والتي يعني جلبتك إلى فرنسا رح أحكي عن تجربتي في فلسطين بشكل عام ما بعرف إذا أعتبره تحدي أو لا بس بعد مسيرتي الفنية بلشت بشكل مباشر بعد ما تخرجت من مدرسة الفنون في فلسطين في نابلس تخرجت 2018 وبعدها رجعت على الخليل وكنت باستمرار عم بشتغل في غرفتي فعملت هناك معارض معارض فردي وشاركت بمعارض جماعية وإقامات فنية كمان بفلسطين في رعم الله بس بحس الإشي كانت الإشياء تصير بشكل كتير بطيء إنه الفنان عم بشتغل بشتغل وبتعب حاله بس بنفس الوقت فيه كتير فنانين شباب محتاجين فرص بس بنفس الوقت الفرص محدودة نوعا ما فهذا بحس كان تحدي الكبير بس بنفس الوقت بفتخر إنه قدرت أشارك وعمل معارض وقدرت إني أكون هوية الفنية هوية البصرية فبنفس الوقت اللي خلاني إني أبقى في باريس فكرت بين وبين نفسي حكيت إنه لما أرجع على فلسطين كيف مسيرتي الفنية رح تكون بعد عشر سنوات إذا برجع على فلسطين وكيف مسيرتي الفنية رح تكون بعد عشر سنوات إذا ببقى في باريس فهذا هو السبب الرئيس اللي خلاني أختار أضل هون وهل يا ترى الفنان ومسيرة الفنان في ظروف التي تعرفوها منطقة الشرق الأوسط عموما وفلسطين خصوصا هي أصعب من أي مسارات أخرى برأيك؟ بحس كل تجربة إلى تحدياتها أكيد يعني هناك في تحديات وهون كمان إنه أرادة عم بواجهة كتير تحديات نعم بس تكشف الثقافة الجديدة بحاول أتأقلم بحاول أتعود بس كمان مثل ما حكيت من شوي يعني الإشياء رح تيجي فبعد عشر سنوات أو خمس سنوات أو كم سنة رح يكون كل شيء تمام دائما نتحدث عن يعني كلمة هي كلمة منفى نستعملها في كل المجالات وفي كل المناسبات وكأنه هي الكلمة التي تفصلنا عن بلدنا عن أحلامنا عن ذكرياتنا هل تشعرين أنك في منفى مثلا؟ قبل ما أجي هون كنت يعني كنت متخيلة أني رح أكوني مكان تاني غير فلسطين بس بعمري ما فكرت أو بحثت بمفهوم المنفى ما كنت عارفة إيش هو فعليا كنت بفكر في مستقبلي في توجه الفني وفي دراستي وشو بدي أعمل وكل هالإشياء وبالفرص بس لما أجيت هون وبلشت تحرك فيه الحنين للوطن بلشت عارف إيش يعني منفى بالنسبة لك سامح سعد يعني الكلمات التي قالتها ريم هي كلمات تعود بنا دائما إلى الحنين إلى ذكريات الطفولة طبعا الذكريات في أي مكان نعيش فيه هي التي تشدنا إلى هذا المكان يعني أنت اليوم تكون ذكريات في فرنسا إذا انتقلت إلى بلد آخر ستحن إلى فرنسا هل يا ترى ستشعر بمنفى جديد ما هي العلاقة مع هذه الكلمة كلمة منفى كلمة منفى مثل ما قالت ريم عن جد ما كنا نفكر فيها بهذه الدرق ما كنا كتير نبحث فيها بهذه الأيام وقت ما فكرت أطلع من سوريا بالأول أو وقت ما كنت بلبنان أو هلأ وقت ما أنا بفرنسا الحنين أنا هلأ لقل بحسه بحسه للبنان ولكل سوريا ولكل المنهات اللي أجتله بحسه أكيد لما حطلع من فرنسا هحن لهذه الأيام كمان هون المنفى صار بالنسبة إلي بحكم تجربة طويلة بالسفر اللي تقريبا 12 سنة طالع من سوريا وبالأصل أنا في سوريا كنت هنا أنا أصلي فلسطيني فكمان كنت حس حالي أنه أنا من غير محل بس أنا هون وعندي حنين يعني حتى المنسى في البلد اللي أغلقت فيك فهذا الشيء كون عندي شيء بشخصيتي أنه نهويتي ممكن تكون شيء الوطن معنا الوطن وتعريف الوطن صاحب النسبة إلي شيء مختلف ما إلو حدود مثل ما بشوف تشوف كل الأماكن هي وطنية هي كل الدول ولوينما كنت تكون هذه الذكريات هي اللي بتحدد شو تعريف الوطن بالنسبة إليك تجاربك اللي بتعيشها العالم اللي بتكون معاها وهي القصص فبس صراحة موضوع المنفع هو جدا موضوع صعب أنا ما كنت متوقع أنه هو لهذه الدرجة صعب لأنه بتمر عليك لحظات بدلك بتحني يعني أنا لهلأ بوقف على يوتيوب بشوف الفيديوهات عالم عم تتمشى بسوريا أو بشوارع الشام أو قصص عم تصير مثلاً فلسطين يعني أنا ما عاشت هناك بس قصص مثلاً تكون بسمعانا من جدي أو من ماما أو من بابا على مثلاً مناطق معينة بفلسطين وقت تطلع قدامي بتنبسط أنه أنا عم شوفها أنه أول مرة ولهلأ عن ذكرياتي حتى بلبنان المناطق وبعد مثلاً ما صار التفجير بلبنان بالتفجير الكبير تبع المرفع كثير هذا الشي حسسني كأنه الانفجار لأنه الانفجار تمول كل هاي التجربة بتمنى بيوم من أيام نكون كل يقاتنا بلد وحدة وما كنا نكون كمواطنين ويكون مفهوم الوطن عنها واسع بحيث أنه نقدر نستوعب كل الأماكن بحيث أنه تكون هي وطنة ما يكون فيها تفرئة بالحدود أو تفرئة بالمعتقدات لأنه أنا ما شفت على الواقع يعني بثلاث بلدان عشت بهدون البلدان كلها تكن دائماً في حضن دائماً في عالم معاكي في مساندة في أحيان طبعاً بتشوفوا العنصرية وهيك من أشخاص تانين بس أنه هي هذا اللي كوان عندي معنا لكلمة وطن جميل الكلمة وطن يعني أنا افتتحت البرنامج اليوم بقول الشاعر اللبناني وديع سعادة يقول بات صعباً تحديد موطن للناس المنفى التسع الأرض كلها صارت منفى يعني صارت منفى ولكن في نفس الوقت أصبحت وطن ريم الناتشي قول آخر كان أيضاً في بداية هذه الحلقة ما هي السعادة إن لم تكن هذا التناغم بين الإنسان وبين الحياة التي يعيشها وهذا قول يعني سؤال يطرحه الأديب الفرنسي الراحل ألباح كاميو هل أنت مع هذا السؤال؟ هل لديك جواب على هذا السؤال؟ هل فعلاً نحن مسؤولون عن سعادتنا؟ هل نحن نخلق هذه السعادة؟ أم هناك عوامل خارجية دائماً تأخذ مننا هذا الشعور؟ الإنسان في حالة سعى دائماً نحو السعادة فبنسبة للسعادة هي لحظات وإحنا منقدر نخلقها يعني فتتجلب حوالينا يعني جميل أن يجد الإنسان هذه اللحظات حتى في أوقات الصعوبة في أوقات الحرب فدائماً هناك هذه اللحظات الجبيلة ربما نختبرها في كل يوم من حياتنا ما رأيك سامع؟ تماماً في لحظات صعبة أحياناً بتكون فيها مع أصدقائك بس بتلاقي بأصعب أصعب اللحظات بأيام مثلاً بسوريا كان يكون في ضرب رصاص وهيك ورحنا مضطرين نهرب وحداً من بيناتنا مثلاً يتفركش كنات خاك يعني السعادة هي عن جزش على الشيء بتلاقي بأي شيء ممكن نحن لازم دائماً نشجع عليها لأنه صراحة كل التجارب الممر فيها في حياتنا لحيكون فيه كتير مقاسي بس إذا بدنا نخلي هدون المقاسي يوقفونا ما لح نقدم لقدام فبحس بحب كتير لما أمره بشيء مأساوي أو يكون في عندي شيء صعب أن يحوله لشيء بوستيف لشيء إيجابي يأثر عليه بشخصيتي يخيرني ما أخلي مكان ما أخلي مكان للتعاسي أو للإكتئاب أو أنه يحدني يحدني عن شو بدي أعمل بحياتي لأنه المقاسي بالدنيا كتير كبيرة كتير موجودة بكل الأماكن بس الشطارة أنه ما نخليها تأثر علينا ونبعد عنها قدما كان ونخلق السعادة بأصعب الظروف نحن بحاجة لواندر بوكس ريم ناتشير ذكر بأنه كيف أننا تشكيلية واندر بوكس أو العلبة العجيبة صندوق العجائب وطبعا صندوق العجائب يلعب دور في أعمالك خصوصا إذا بقل لك نص نسيس مثلا من هو نص نسيس وما هو صندوق العجائب نص نسيس هو جزء من مشروع صندوق العجب نص نسيس هو هذا الطفل اللي كان الناس بيحكوا أنه كان كتير صغير الناس بيحكوا أنه كان مشوه الناس بيحكوا أنه كان عبارة عن نصف إنسان أهل قريته ما أمنوا فيه بالبداية لأنه كان لأنه مش كامل بالنسبة لهم لأنه جاي من بيت فقير بس هذا الطفل اللي ما أحد ما آمن فيه لأنه ما عنده هاي البنية الجسدية اللي بتخليهم يتوقعوا أنه عادر يدافع عنهم فما آمنوا فيه بالبداية بس بعدين قدر يتغلب على قوة الشر لأنه قدر يحارب بقلبه وعقله طبعا كالعادة بعد ما قدر أنه يخلصهم من الغولة الكل كانوا بيستنوا فيه وبرحبوا فيه لأنه قدر يساعدهم وطبعا هو جزء من صندوق العجب أو العجائب يعني هل هذا مشروع سلسلة بمشروع دائما حول القصة الفلسطينية؟ اشتغلت على الحكاية الشعبية الفلسطينية لمدة خمس سنوات وللآن عندي هاي الأسئلة والفضول اتجاه الحكاية بس لما أجيت هون اشتغلت مشروع معرض فني اسمه طبقات الهوية وحاليا عم بتطور بمشروع جديد بيحكي عن غرفتي وهو الغرفة مكان للروايات البصرية ما بين الوطن والمنفع وهذا مهم جدا الغرفة يعني لأنه هي مكان بالنسبة له مكان مشترك ما بين تجربتي بالوطن وتجربتي هون في باريس جميل جميل إذن أنت تقومين بهذا المشروع حاليا؟ حاليا أم بحضر اشتغلت على البروبوزل وهلأ أم ببحث ورح أبلش تنفيذ قريبا خلال شهر ماي وأنت سامح سعد تحدثنا عن الهندسة عن السينما عن المسرح وكيف يمكن من خلال أفلامك التحريكية أو نشاطك السناسي الأبعاد أن يؤثر على كل هذه المجالات على ماذا تشتغل اليوم؟ حاليا هاي السنة مركز أنه أشتغل على موضوع تجربة الإنغيماسية يعني هي طريقة من طرق الستوريتالينج أو الهكاية تحكي قصة عن طريق ممكن أحيانا أنك تخلي الزائرين هنا نفسهم جزء من العرض نفسه وهو جزء من الارت اللي عم تحاولي تعملي الفن اللي عم تحاولي تعملي فحاليا كنت كان في بالأبواب المفتوحة كنت عامل أول تفاعلي بحيث تجهيزة بصرية بصرية نعم بحيث الزائرين ممكن بيكونوا هن جزء من الشيء اللي عم ينعرض عم يقدروا يشوف الرفلكت تبعهم ويتفاعلوا مع العرض بجسمهم كاملا يعني بحيث أنه هن عم يشوفوا الرفلكت تبعهم يعني بيصيروا جزء من جزء من العرض كماما وبحيث أنه يكون عم يتغير بشكل دائم مثل ما مثل ما الكوكب كله يتخير كله الوقت فحاليا عم مركز عن طريق هاي التجارب أنه أحكي للقصص اللي مرينا فيها أو ساعد العالم كمان أنه يفكروا بطرق تانية جديدة بحيث أنه يتخلص من كتير مشاكل اللي احنا شفناها بحيث الجيل القادم ما يشوفه كمان فكان فهي دون العروض بالنسبة لي فيه الأولاد الصغار بقدروا يكونوا مشاركين الكبار بيشوفوها بطريقة تانية كمان بقدروا يكونوا مشاركين كل الأنواع من كل الأطياف في العالم بقدروا يشوفوا نفس ممكن يشوف يشوفوا نفس 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 الشي اللي حابهم يشوفوا بالعرض فهي واحدة يعني هذا حاليا اللي عم ركز عليه بهذه السنة إنه إنه أشتغل عليه وكان كان عندنا أول بالأبواب المفتوحة مع ورشة الفنانين كان تجربة جداً حلوة إنه نشوف العالم كيف تفاعلت مع الموضوع وكان فيه تفاعل جداً جميل وهل تعتبر إنه الفن ممكن إنه يغير الأشياء يساهم في بلد يعني عالم أفضل مية بالمية أحياناً بيكون صعب أحياناً بيكون صعب التوارجي كيف إنه الفن بيغير بس كمان بده وقت يعني الشي اللي بنعمله هلأ ممكن يغير بعد سنة وسنتين وثلاثة ممكن يغير بأجيال تانية ممكن ممكن شي نحن ما نشوفه التغيير هذا ممكن يشوف أولادنا بعدين بس أكيد الفن بلعب دور من جميع الأنحاء ومن جميع النواحة بحيس بيساعد الأطفال على أنه ينموا مخيلتهم أنا هلأ عندي ذكرياتي أنا صغير أقوى من ذكرياتي أنا وهلأ شو عم يصير معي مبارح أو ولت مبارح فبرأيي الفن ممكن ساعد كمان بعملية التعليم أنا كانت واحدة من الشغلات اللي عم بشتغل عليها بلبنان أنه بعملية التعليم كيف ممكن نساعد عن طريق الفجوز أنه تدخل الأفكار التعليمية للأطفال بحيس الولاد طبعا إذا بتورجي فيديو عن القصة ممكن يفهم أكتر أكتر من أنك تعطيها بالورقة أو ألم أو اللوح مثل ما كنا نأخذ أمثلة فيزيا بس كلها تأرقام ومعادلات ما نعرف هاي تطبيقات كيف بدها تصير فمستحيل أن نقدر نحفظها فالفن له أكتر من مجال وإلى أكتر من ناحية أكيد فيه جدا يطور وفيه جدا يساعد يمكن يمكن نكون محظوظين ونحن نشوفه التغيير على أمرنا أحيانا ما نشوفه وبالنسبة لإلك في نهاية حديثنا ريم النتشة الفن يمكن أن نغير شيء طبعا من خلال الفن إحنا منصلة الضو على قضايا معينة وقضايا مختلفة لمجرد إنه نحكي عن هاي القضايا ونلفت نظر الناس لإلها فإحنا ساهمنا بجزء من حل المشكلة إذن نتمنى أنه يكون هذا الفن طبعا يعني عامل من عوامل التغيير أنا أشكرك ريم النتشة أذكر بأنك فنانة تشكيلية وأشكرك هاسا محساعد أذكر بأنك فنان رقمي كنتما ضيفي اليوم في برنامج مراسل الحديث عنكما وعن مشاريعيكما وعن مشاركتكما في ورشة الفنانين في المنفى شكرا لكما شكرا لك شكرا لك شكرا لك شكرا لك